وعلى صعيد ردود الفعل الدولية قال نائب سفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن ما تشهده تونس حاديا هو شأن داخلي لا ينبغي تدخل فيها نأمل أن يحل التونسيون كل مشاكلهم وأن يتوصلوا إلى اتفاق فيما بينهم لمساعدة بلدهم في العودة إلى المسار المناسب للتنمية المستدامة نقدر جدا علاقتنا بتونس ولا نعتبر أن ما يجري فيها ينبغي أن يشكل اهتماما دوليا مبالغا به لأنه مهما كان الوضع دراماتيكيا فإنه يبقى وضعا تونسيا داخليا